بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم قال المصنف رحمه الله الأصل الثاني سؤال إذا قيل لك ما دينك جواب فقل ديني الإسلام وهو تسليم الأمر لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان سؤال فإذا قيل لك كم أركان الإسلام جواب فقل خمسة الأول شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله والثاني قام الصلاة والثالث إيتاء الزكاة والرابع صوم رمضان والخامس حج البيت الحرام مع الاستطاعة سؤال وإذا قيل لك ما الدليل على هذه الخمسة جواب فقل أما دليل الشهادة فقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأما دليل الصلاة والزكاة فقوله تعالى ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة وأما دليل الصيام فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وأما دليل الحج فقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا سؤال وإذا قيل لك هل يقبل الله دينا غير الإسلام جواب فقل لا والدليل قوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين سؤال وإذا قيل لك ما معنى لا إله إلا الله جواب فقل لا معبود بحق إلا الله لا إله نفي إلا الله إثبات والمعنى أنها تنفي الألوهية عما سوى الله وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له ووحده تأكيد للإثبات ولا شريك له تأكيد للنفي سؤال وإذا قيل لك ما الدليل على ذلك جواب فقل هو قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون سؤال وإذا قيل لك ما أصل دين الإسلام وقاعدته جواب فقل أمرا أحدهما أن نعبد الله وحده والثاني أن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع ودليل الأمر الأول قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ودليل الأمر الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فأورد أي مردود عليه غير مقبول سؤال وإذا قيل لك ما معنى الإيمان لغة وشرعا جواب فقل معناه لغة التصديق وشرعا تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من ربه سؤال وإذا قيل لك كم أركان الإيمان جواب فقل ثلاثة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان سؤال وإذا قيل لك كم وصول الإيمان جواب فقل ستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى سؤال وإذا قيل لك ما الدليل على ذلك جواب فقل قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر سؤال وإذا قيل لك كم الأنبياء وكم الرسل منهم ومن هم أول العزم ومن أول الرسل جواب فقل جملتهم مئة ألف وأربعة وعشرون ألفا والرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر وأول العزم منهم خمسة ذكرهم الشاعر بقوله محمد إبراهيم موسى كليمه ونوح وعيسا هم أول العزم فاعلمي وأول الرسل نوح وآخر محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سؤال وإذا قيل لك كم أنزل الله من الكتب السماوية جواب فقل مئة صحيفة وأربعة كتب سؤال وإذا قيل لك ما هي الكتب جواب فقل هي التوراة وأنزلت على موسى والإنجيل وأنزل على عيسى والزبور وأنزل على داود والقرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم سؤال وإذا قيل لك ما هي الصحف جواب فقل هي صحف شيث وهي خمسون وصحف إدريس وهي ثلاثون وصحف إبراهيم وهي عشر وصحف موسى قبل التوراة وهي عشر سؤال وإذا قيل لك هل جاء دليل صحيح على بيان عدد الأنبياء والرسل وعلى بيان عدد الكتب جواب فقل ورد حديث في ذلك عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ما ذكرناه من التفصيل والله أعلم بصحته ولهذا يجب على كل مسلم أن يؤمن بالأنبياء والرسل والكتب والصحف إيمانا إجماليا فقد قال الله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما سؤال وإذا قيل لك هل يجب الإيمان بما في التوراة والإنجيل الذين عند اليهود والنصارى اليوم جواب فقل ما فيهما موافق للقرآن فهو حق يجب الإيمان به وما فيهما مخالف للقرآن فهو باطل يجب إنكاره واعتقاد بطلانه سؤال وإذا قيل لك ما لإحسان جواب فقل هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك سؤال وإذا قيل لك هل يبعث الناس بعد الموت جواب فقل نعم والدليل على ذلك قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى سؤال وإذا قيل لك هل يكفر منكر البعث جواب فقل نعم والدليل على ذلك قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه أتبعه ببيان الأصل الثاني وهو معرفة العبد دين الإسلام منظوما فيما سبق أن سلك فيه نظيره من السؤال والجواب وابتدأه بذكر سؤال قائلا سؤال إذا قيل لك ما دينك وأجاب عنه بقوله فقل ديني الإسلام وهو تسليم الأمر لله بالتوحيد إلى آخر ما ذكر فالدين الذي أمرنا أن ندين لله به هو دين الإسلام قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وحقيقة الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد وهذا معناه العام فالإسلام الشرعي له معنياني أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد وهو دين الأنبياء جميعا والآخر خاص وهو الدين الذي جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إسلاما ومنه الأعمال الظاهرة فالشرائع الظاهرة البينة من الإسلام تسمى أيضا إسلاما من تسمية البعض باسم الكل من تسمية البعض باسم الكل ثم ذكر المصنف أن الإسلام له ثلاث مراتب أي باعتبار معناه الخاص وهو الدين الذي بُعت به محمد صلى الله عليه وسلم فالمرتبة الأولى الإسلام وتطلق على الأعمال الظاهرة المرتبة الثانية الإيمان وتطلق على الاعتقادات الباطنة والمرتبة الثالثة الإحسان وتطلق على إتقان الظاهر والباطن وكل مرتبة لها أركان كما قال وما بعد هذا من كلامه فهو تفصيل لهذه الجملة فإنه سيذكر أركان كل مرتبة من هذه المراتب الثلاثة ثم ذكر سؤالا فقال سؤال فإذا قيل لك كم أركان الإسلام وأجاب عنه بقوله فقل خمسة لوقوع عدها كذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس ثم عدهن فهؤلاء الخمس هن مباني الإسلام وأركانه العظام وأجاب بتعيينهن قائلا الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والثاني إقام الصلاة والثالث إيتاء الزكاة والرابع صوم رمضان والخامس حج البيت الحرام مع الاستطاعة فالركن الأول هو الشهادة والشهادة التي هي ركن هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والثاني هو إقامة الصلاة وإقامة الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي إقامة الصلوات الخمس في اليوم والليلة والركن الثالث إيتاء الزكاة والزكاة التي إيتاؤها من أركان الإسلام هي إيش؟ أي الزكاة المفروضة هي الزكاة المعينة في الأموال المقدرة الزكاة المعينة في الأموال المقدرة والصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام وهو ربعها هو الصوم شهر رمضان في كل سنة والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر مع الاستطاعة كما ذكر الله سبحانه وتعالى ثم ذكر المصنف سؤالا آخرا فقال وإذا قيل لك ما الدليل على هذه الخمسة وأجاب عنه بذكر أدلتها فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وهذه الآية دليل على الشهادة لمن؟ لله عز وجل بالتوحيد وبقي الدليل على الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولم يذكره المصنف في هذا الموضع ومنه قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم فالله سبحانه وتعالى بعث إلينا رسولا منا هو محمد صلى الله عليه وسلم وذكر دليل الصلاة والزكاة وهو قوله تعالى ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة أي دين الكتب المستقيمة أي دين الكتب المستقيمة ثم ذكر دليل الصيام وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى تمام الآية وهذه الآية دليل على وجوب الصيام لكنها ليست دليلا على صيام رمضان لأن الصيام المذكور فيها لم يعين وإنما الآية التي دلت على وجوب صيام رمضان دون غيره هي قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن شهد منكم الشهر فليصم وهي تابعة لهذه الآية بعدها ثم ذكر دليل الحج وهو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله ثم ذكر سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك هل يقبل الله دينا غير الإسلام وأجاب عنه بقوله فقل لا أي لا يقبل الله دينا غير الإسلام والدليل قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أي لا يكون للعبد عليه أجر ولا ثواب وهو في الآخرة من الخاسرين فكل دين باطل مردود سوى دين الإسلام ثم ذكر سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك ما معنى لا إله إلا الله وأجاب عنه بقوله فقل لا معبود بحق إلا الله لأن طرفي الجملة مشتملين على نفي وإثبات فالنفي في قوله لا إله والإثبات في قوله إلا الله فالنفي يراد به إبطال استحقاق غير الله العبادة إبطال استحقاق غير الله العبادة والإثبات يراد به بيان استحقاق الله سبحانه وتعالى العبادة ثم قال وحده تأكيد للإثبات ولا شريك له تأكيد للنفي أي أن قول العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أصل النفي والإثبات في قوله لا إله إلا الله ثم قول العبد بعد ذلك وحده تأكيد للإثبات وقوله لا شريك له تأكيد للنفي قال ابن حجر الهيتم تأكيد بعد تأكيد اهتماما بمقام التوحيد ثم ذكر سؤالا آخر فقال وإذا قل لك ما الدليل على ذلك أي على المعنى الذي ذكرته فقال ثم أجاب عنه بقوله فقل هو قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الآية والتي بعدها فقوله تعالى إنني براء مما تعبدون هذا نفي وقوله إلا الذي فطرني هذا إثبات فالآية من سورة الزخرف والتي بعدها مبينة أن معنى النفي والإثبات في قوله لا إله إلا الله نفي العبادة عن غير الله وإثباته ولله وحده ثم ذكر سؤالا آخر فقال وإذا قل لك ما أصل دين الإسلام وقاعدته وأجاب عنه بقوله فقل أمران أحدهما أن نعبد الله وحده والثاني أن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع فالأول فيه توحيد الله والثاني فيه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فمن وحد الله لم يكن له معبود سواه ومن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعبد الله إلا بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر دليلين على هذين الأمرين فدليل الأمر قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا فالعبادة هي لله سبحانه وتعالى وحده ودليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي لا يقبل من العبد أن يعمل عملا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعبد الله بما شرع لا أن نعبده بالأهواء والبدع لأننا لا نستقل بمعرفة ما يصلح لله من العبادة ونحن مفتقرون إلى الاهتداء بهده صلى الله عليه وسلم فيما نعبد به الله عز وجل ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخرا فقال وإذا قيل لك ما معنى الإيمان لغة وشرعا وأجاب عنه بقوله فقل معناه التصديق وشرعا تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من ربه وما ذكره من معنى الإيمان أنه في اللغة التصديق يراد به التصديق الجازم لا مطلق التصديق فأل فيه عهدية فلا يراد بالإيمان مجرد حصول أدنى تصديق وإنما يراد تصديق جازم مجتمع على العقد والعزم الصادقة وهذا هو الذي ذكره المصنف في حقيقته الشرعية لما قال وشرعا تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من أمره فإنه أراد بالتصديق هنا منشأ الإيمان فإن منشأ الإيمان بالله أن يصدق العبد بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيندرج في ذلك القول والعمل فما يقع في كلام علماء أهل السنة مما يشكل يرد إلى أصولهم فإن المصنف لا يرى أن الإيمان مجرد التصديق وهذا ظاهر في كلامه في مواضع أخرى من كتبه فمراده هنا بيان الأصل الذي ينشأ منه القول والعمل فحقيقة الإيمان قول وعمل ولا يوجد هذا القول والعمل إلا إذا صدق العبد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ذكر سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك كم أركان الإيمان وأجاب عنه بقوله فقل ثلاثة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان وهذه هي حقيقة الإيمان التي تنشأ من التصديق أن العبد يعتقد بقلبه ويقول بلسانه ويعمل بأركانه أي بجوارحه ثم ذكر سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك كم أصول الإيمان ثم أجاب عنه بقوله فقل ستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى وهذه الأصول تسمى أيضا أركان الإيمان ثم ذكر سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك ما الدليل وأجاب عنه ببيان الأدلة الدالة على كون هؤلاء الستة هن أصول الإيمان وأركانه في قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الآية ثم ذكر الآية الأخرى ولكن البر ومن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ثم ذكر دليل القدر وهو قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر فأركان الإيمان تدر على هؤلاء الستة ثم ذكر رحمه الله تعالى خمسة أسئلة في نسق واحد مأخوذة من حديث واحد مبتدأها قوله وإذا قيل لك كم الأنبياء وكم الرسل ومنتهاها قوله وإذا قيل لك هل جاء دليل صحيح على بيان عدد الأنبياء والرسل فهؤلاء الأسئلة الخمسة وأجيوبتها مردها إلى حديث أبي ذرن الغفاري الطويل عند ابن حبان وإسناده ضعيف ففيه إبراهيم بن هشام الغساني أحد المتروكين وأول تلك الأسئلة في قوله وإذا قيل لك كم الأنبياء وكم الرسل أي كم عددهم وأجاب عنه بقوله فقل جملتهم مئة ألف وأربعة وعشرون ألف والرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر كما وقع في حديث أبي ذر وهو حديث ضعيف لكن صح عدد الرسل في حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند البخاري في خلق أفعال العباد والطبراني في الأوسط والدالم في الرد على الجهمية أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل هل كان آدم نبي فقال نعم مكلم معلم فسأله عن عدد الرسل فقال ثلاثمائة وخمسة عشر رسولا فعدة الأنبياء ثلاثمائة وخمسة عشر رسولا وأما عدد الرسل ثلاثمائة وخمسة عشر رسولا وأما عدد الأنبياء فلا نعلم عدتهم ثم ذكر أن أولي العزم من الرسل هؤلاء الخمسة محمد وإبراهيم وموسى ونوح وعيسى عليهم الصلاة والسلام وهذا أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى كما صبر أولي العزم من الرسل والصحيح أن العزم صفة للرسل جميعا أن العزم صفة للرسل جميعا فالمراد بأولي العزم الأنبياء جميعا وهذا قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من التابعين واختيار علي بن مهدي الطبري وهذا قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من التابعين واختيار علي بن مهدي الطبري وهو الذي تدل عليه الأدلة ثم ذكر أن أول الرسل هو نوح وآخرهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ثم ذكر سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك كم أنزل الله من الكتب السماوية فقال مئة صحيفة وأربعة كتب ثم قال وإذا قيل لك ما هي الكتب ثم أجاب عنه بتعينها أنها التوراه والإنجيل والزبور والقرآن ثم قال وإذا قيل ما هي الصحف أجاب عنه بأنها صحف شيث وهو إدريس عليه الصلاة والسلام في قول وفي قول آخر أنه أبو إدريس وأن شيث ابن آدم والمشهور الأول قال وصحف إدريس وصحف إبراهيم وصحف موسى وهذه المعدودات المذكورة رويت مصرحا بها في حديث أبي درن الغفاري الطويل الذي ذكرته لك الذي رواه ابن حبان في صحيحه وإسناده ضعيف بمرة ولذلك ذكر المصنف سؤالا آخر يتعلق بما تقدم فقال هل جاء دليل صحيح على بيان عدل الأنبياء والرسل وعلى بيان عدل الكتب ثم أشار إلى هذا الحديث فقال ورد حديث بذلك عن أبي درن الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ما ذكرناه من التفصيل والله أعلم بصحته وتردد في صحته لأن ابن حبان صحاحه وغيره ضعفه والأظهر ضعفه ففي إسناده إبراهيم بن إشامل الغساني أحد المتركين والواجب على العبد أن يؤمن بأنبياء الله ورسله وكتبه وصحفه إيمانا إجماليا بما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه أما التفصيل فلا يجب فيه شيء لعدم الدليل ثم ذكر سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك هل يجب الإيمان بما في التوراة والإنجيل الذين عند اليهود والنصارى اليوم ثم أجاب عنه بما يدل أن هذه الكتب صارت بعد إنزال القرآن وبعتة النبي صلى الله عليه وسلم منسوخة لا يعمل بها ولا قيمة لها فما فيها من الحق فهو في أين؟ في القرآن وما فيها من الباطل فنحن في غنية عنه فيؤمن العبد بأن الله أنزل التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام وأنزل الإنجيل على عيسى عليه الصلاة والسلام وأن الذي بأيدي أهل الكتاب اليوم دخله التحريف والتبديل والتغيير وأنه لو قدر صحة شيء من هذه الكتب لو وجدت نسخة سالمة من التحريف والتبديل فإنه لا حاجة للعبد بها فإن الله أغنانا ببعتة محمد صلى الله عليه وسلم إلينا وإنزال القرآن عليه ثم ذكر سؤالا آخرا فقال وإذا قيل لك ما الإحسان وهذه هي المرتبة التاريثة من مراتب الدين وأجاب عنه بقوله فقل هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى وهذا الجواب مجتمل على مقامين أحدهما مقام المشاهدة بأن يعبد المرء الله سبحانه وتعالى مستحضرا كأنه يشاهده والآخر مقام المراقبة وهو أن يعبد المرء الله مستحضرا أنه مراقب له مطلع عليه أن يعبد المرء الله مستحضرا مستحضرا أنه مراقب له مطلع عليه ذكره أبو الفرج بن رجب رحمه الله ثم ذكر سؤالا آخرا فقال وإذا قيل لك هل يبعث الناس بعد الموت وأجاب عنه بقوله نعم والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم الآية فالله سبحانه وتعالى سيبعث الناس بعد الموت فالبعث شرعا هو قيام الخلق من قبورهم بعد نفخة الصور الثانية ثم ذكر سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك هل يكفر منكر البعث وأجاب عنه بقوله نعم أي يكفر فمن أنكر البعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا فإنكاروا البعث من مقالات الكافرين فمن وافقهم في المقال رافقهم في المآل أي من قال كقولهم فإنه كافر مثلهم فلو قدر أن أحدا ينتسب إلى الإسلام أنكر البعث فهل يكونوا مسلما أم يصيروا كافرا الجواب يصيروا كافرا لأن الله قال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا فالذين يزعمون أنهم لن يبعثوا هم الكافرون وأما المؤمنون فيعلمون أنهم يصيرون إلى الله في يوم عظيم هو يوم القيامة